السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك؟ فضل ونعمة الحمد لله بصة حضرتك أنا معي خمس أولاد أي خمس عائل ثلاث سبيان وبنتين باباهم لما هم بيجوا يطلبوا حاجة أنا ببقى موافق عليها السواب يرفض يعني مثلا معي حنينة كبيرة أولى عديني هي مثلا عايزة جيب تليفون زي زميلها وزي أولاد عمتها وولاد خالتها وكذا هو رفض الفكرة عايزين يطلعوا مثلا يروحوا هنا يروحوا هنا كل حاجة يقول لنا لأ لأ ولما نيجي نتكلم معاه يعني بنخش معاه في الشوار ما بنطلعش بنتيجة يعني يعني هو تحكم في كلمة لأ في كل حاجة ولو حب يودينا في حكة هو بيودينا بس ما بنكمنش نص ساعة ساعة وبنرجع بس هو على طول حبسة العيال في البيت طيب انت عايزيني عايزة تقوليني ان نعمل ايه في الوضع اللي احنا فيه ده هم شايشين ان هم يعني كلمة لأ دي بيضايق يعني كل حاجة لأ 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 وانا في نفس الوقت ما بقاش عارف اعمل ايه ما ينفعش هو يقول لي ما اتطلعهمش وانا وروحانا مطلعوهم او 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 كلام ده كله هم يعودوا لي يا ماما طمنت ليك رأيي فانا ما مش حاجة العيال بقى العيال بقى العيال بقى يوم بدور بقى مشعيل الحروب طيب او حتى انا كمان يعني انا كمان المفصود ان انا بقى عايزة مثلا اشيل تليفون او عايزة اعمل الواتف اعمل السفح عشان جروب المدرسة او 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 المدرسة واضح فيها جدا جدا الاستعمال لكلمة لا اول حاجة فيه حاجتين انا اكلم اول حاجة زوج حضرتك وبعدين ارجع اكلم حضرتك تعبالي ايه بص حضرتك انا افترض ان انت ابو حنين بص يا ابو حنين ان حضرتك قلت ان حنين دي ابنتك كبيرة بص ليس معنى المسئولية ان انت وليس معنى ان انت بتأمن اولادك ان انت تخليهم في المكان اللي ما يعملوش حاجة فيه المكان اللي ما يعملوش حاجة فيه هيدخلوهم من نفس الامارة والشيطان فيه بس ساعتها مش هيدخلوهم بس من ان هم يتمنوا الحاجة اللي هم كانوا عايزينها لا ده عيعتبروا الحاجة اللي كانت عايزينها ده مليانة بالخيال مليانة بالاحلام مليانة بالحب مليانة بالمشاعر يفضلوا وعملين خيالات ومبتعدين عن الحياة اضف الى ده كمان ان هم هيعتبروا الحاجة اللي انت منعتهم عنها ده جزء من الجنة وهم دلوقتي بيتحطوا في النار انا مبلغش على فكرة لكن اولاد كتيرة بيقولوا لاباهم انت عايشتنا في نار منعنا من كل حاجة لغاية ما حسنا ان احنا في سجن وفي نار طب انا مقدر انا بقولك انا مقدر ان انت خايف عليهم بس مش مقدر ان انت تربيهم بالخوف التربية بالخوف ده لو كنت انت اللي بتحميهم احنا ما من ربيش اولادنا لوحدنا احنا بيربي اولادنا يعني بناخد بالاسباب وربنا اللي بيربيهم ربنا اللي بيهديهم أحد الأشياء اللي بتخلي أولادنا تربيتهم كويسة هي إن إحنا وثقين في الله إن إحنا عندنا يقين في الله فالأولاد يقدروا يفهموا إزاي يبقى فيه ثقة ما بين الناس فأنت ويسقوا كمان بأن هم ناس محترمين يعتمد عليهم يعني أنت لما بتقول لهم لا هم بيحسوا أن أنت حاسس أن هم ما يستحقوش إن هم يعيشوا حياة طبيعية لأن أنت شايف أن هم أقل أقل أخلاقيا أقل فكريا أقل اجتماعيا فبتمنعهم عشان ما يختلطوش بحد عشان ما يتفتنوش تمنعهم عشان عقلهم يبص بتمنعهم لأن أخلاقهم تبص فهم يحسوا بأنهم تفهين فده مشروع لتدفيه الأولاد فإذا كنت عايز تخلص من ده لازم تشوف الحلقة وتشوف النصائح إن احنا قلنا أهم نصيحة اتكلم معهم ما تهربش ما تهربش من مسؤوليتك أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أنت كده بتهرب من مسؤوليتك نعمل إيه بقى مع الوالد نشجع الأولاد على أنهم يطرحوا كلام مناسب مثلا نشجع الأولاد بابا أنا بحب رأيك في الموضوع الفلاني هو حضرتك ليه عايزنا ما نعملش ده فنخلي الأولاد يشجعوا أبوهم أنه هو يبدي رأيه ويبرر ليلا كل ما نشجعه على أنه يبرر ليلا كل ما أنا بشجع ارتباط الأولاد بوالدهم لأن كل ما بيعرفوا ليلا كل ما بيكون ده أحسن الأمر الثاني أن أنا دايما تحسسي زوجك أنه أنت في ظهره مش أنك أنت في جهة وهو في جهة فالأولاد يلعبوا عليك أنت أن يخلوك أنت معاهم ضد أبوهم لا دايما حسسيهم أن أنت مع بعض وانت يروح يتكلم مع الزوج قبل ما الأولاد يعرضوا الحاجة عليه وبيّني أن أنت مستعدية أنها تنفذي رأيه بس بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي هو عملها آخر حاجة ببساطة خالص أن أنتوا لا تكلوا ولا تملوا وما تزهقوش من أن أنتوا تطلبوا الحوار معاه لأنه أكيد في يوم هيحس بالأهمية ده ويجي تحاور معكم التلات حاجات اللي أنا قلتها لحضراتك دي مهمة جدا جدا جدا